اشتركوا في القناة كما تفضل عدد من كبار المدعوين بالسلام على سموه وفي بداية الحافل ألقى سعادة السفير الفرنسي لدى المملكة كلمة عرب فيها عن شكره وتقديره لسمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى على رعايته الكريمة لهذه الفعالية التي أقيمت على مدار الأسبوع وأبرزت مختلفة جوانب التعاون بين البحرين وفرنسا والتي تعزز أواصر العلاقات بين البلدين مشيدا باهتمام سموه في تعزيز هذه العلاقات ودعم التعاون بين البلدين الصديقين وأشار سعادة السفير الفرنسي إلى أن الاحتفال بالأسبوع الفرنسي في البحرين سلط الضوء على مجالات مختلفة منها الثقافة والسياحة والتقنية من خلال تقديم الحفلات والعروض الفرنسية مؤكدا سعدته حرص بلاده على تطوير هذه الأنشطة والفعاليات بصورة دورية كما أكد على عمق العلاقات بين البحرين وفرنسا والعمل على تطويرها نحو الأفضل بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة بأن العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البحرين بفرنسا في العهد الزهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله مشيدا سموه بما وصلت إليه العلاقات البحرينية الفرنسية من مستوى متقدم في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والسياحية والثقافية وأعرب سموه وحفظه الله عن سعادتي بإقامة هذه الفعالية المتميزة والتي تاتي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة التي نظمت من أجلها والتي من أهمها إبراز ما وصلت إليه علاقات التعاون بين البلدين وتقديم البرامج والأنشطة المختلفة التي تساهم في إبراز الثقافات بين الشعبين الصديقين من خلال تقديم البرامج المتنوعة والمتميزة ومنها الثقافية والفنية وكذلك تبادل اللقاءات بين الزوار والمشاركين في الأسبوع الفرنسي وقد اشتمل الحفل على عرض فيلم يتضمن أبرز الفعاليات للأسبوع الفرنسي في البحرين وتقديم عدد من الفقرات الغنائية والموسيقية وتضمنت فعاليات الأسبوع الفرنسي على زيارات للبحرين قام بها مسؤولون ورجال أعمال فرنسيون بالإضافة إلى تحدث عدد من رجال الأعمال البحرينيين والفرنسيين عن تجربتهم في البلدين الصديقين وكذلك استعراض تجارب الخريجين البحرينيين من فرنسا والطلبة الفرنسيين الذين يدرسون في الجامعة الأهلية ضمن إطار برنامج التبادل الطلابي بعد أسبوع من النشاطات الثقافية والسياحية التي حظيت باهتمام من شاهدها وعكست ما تسخر به البيئة الفرنسية من تنوع يخاطب مجالات الحياة العديدة جاء ختام فعاليات الأسبوع الفرنسي بحضور لافت جمع مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية بمن سارعت إلى أن تكون جزءا منمقا وحيويا في حكاية أخرى من حكايات التعاون البحريني الفرنسي كان محران غني أوي مع أشياء كثيرة نشاطات مختلفة من مجال الموسيقي إلى مجال الثقافي إلى البيزنس إلى مجال رجال الأعمال وجئوا إلى بحرين ممثلين من البرلمان الفرنسوي من المجلس الشورى الفرنسوي واجتمعوا مع رجال الأعمال البحرينيين وفعاليات مثل هذه خاصة كان في أسبوع فرنسي فيه كثير من الفعاليات كانت ثقافية تجارية اقتصادية تساعد في تطوير العلاقات ودعمها وتشرف اليوم سمو الشيخ عبدالله بن حمد في احتفالية الليلة زاد العلاقات طبعا وتعطي نكهة جديدة في اهتمام مملكة البحرين في تطوير علاقاتها مع فرنسا ونفس الشيء فرنسا تنظل للبحرين كدولة فيها فرص واعدة كثيرة وعندهم ان شاء الله برامج كثيرة في تطوير العلاقات بدات في المجال الاقتصادي والثقافي بين مملكة البحرين وفرنسا نطاق أوجه التفاهمات بين المنامة وباريس بدى واضحا على الأسعادة كافة خصوصا الاقتصادية منها والاجتماعية شركة طيران الخليج طبعا مثل ما هو معروف ان هي الناقل الوطني لمملكة البحرين وهي دائما متاخذ هذه المبادرات من أجل طبعا زيادة الحضور الأجنبي في البحرين فاحنا كشركة طيران الخليجة ابتديننا ولما جونا الاخوان الفرنسيين برعاية هذا الأسبوع طبعا لما نتردد في ان احنا نرعى هذا الأسبوع من أجل ان احنا بعد كذلك نحتفل بخمسة وعشرين سنة من خطنا إلى باريس فهذه هي احتفالتين بالنسبة لنا الأسبوع الفرنسي وخلال فترة عقاده كان قد ركز على أربعة مجالات رئيسية تمحورت حول مجال التقنية والموضة والسياحة والبنية التحتية وهو من جلب نخبة من أعضاء البرلماني ورجال أعمال فرنسيين إلى البحرين ختام حمل الأناقة بتفاصيله لفعاليات أسبوع باريسي ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا والسياحي استطاعت المنامة وبجدارة وكعادتها احتضانه لتؤكد على أنها عاصمة تبرع على الدوام في اجتذاب الثقافات المختلفة لتلفزيون البحرين محمد الشيدات ترجمة نانسي قنقر